اهلا بكم سادتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج جد العراقي جد العراقي اليوم يناقش موضوعين على جزئين مختلفين فانتظرونا الموضوع الاول الجوار مفتاح الباب على السلطة في العراق هذا العنوان نناقشه مع رئيس المركز العربي الاسترالي استاذ احمد الياسري ينضم معنا عبر سكايب مرحبا بك سيد الكريم اهلا بسينا استاذ الناس حياكم الله الناقش العنوان اول شي استاذ احمد الجوار مفتاح الباب على السلطة في العراق اكد نعم او انفي هذه الجملة نعم لكل تأكيد تحيير حضرتك استاذ الناس وتحيير جميع مشاهدين الكرام كيف انفي هذا الموضوع هذا الموضوع هو جزء من تركيبة الميشن السياسي العراقي الفاعل الخارجي منذ عام 2003 والفاعل الخارجي هو يعني الفاعل رئيسي بتشكيل يعني العملية السياسية وخصوصا من جارة يا راضي فأبد الناس تتعلم فيه واتفق معك نعم طيب كيف رأيت زيارة السيد محمد الحلبوسي الاخيرة هي ليست مفاجئة طبعا لكن توقيتها يحمل ربما دلالات دلالات اختلفت عن الموعد الاساسي لزيارة الحلبوسي الى ايران هذه الدلالات كيف تراها كيف تقرأها يعني الدلالات على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي المستوى الداخلي ايضا مقسم الى مستوين المستوى الاول مستوى المتعلق بقيادة الطاقة السنية والتمثيل السياسي حالة من الاستقرار السياسي حاصل لم تصدر لها ازمات المكون الشيء المقسار كما صدر الى المجموعات المكون الكردي ولذلك بدأنا مشهد اعادة بعض الوجوه المعارضة القديمة في المناطق السنية كنوع من نوع الضغط الاعلامي والسياسي على الممثلين المكون السنة في هذه الدورة أنا قلت حالة ادوء واستقرار فهذه النقطة الحلبوسي يريد ان يبقي هذا يعني هو شخصية براغماتية ويريد ان يبقي حالة الاستقرار وابعاد يعني عدم المس بتمثيل مكون السنة في هذه الدورة البرلمانية وعدم الدخول في صدام مع يعني قوة شيعية وقوة دعم يعني قوة خارجية دعم هذه الرسالة الأمرز بوجهة نظرية أضافة يعني يريد أن يؤكد الحلبوسي أن صناع نازال الشيعيين وأن الصدر يأخذ قرارهم من رئيسهم وأن عملية التحارف التي حصلت لأنه أكثر جاهزية هي الكتلة الصدرية بعد جوانا هي الكتلة التي فازت للبرلمانية أنا أعتقد أنه هي عمليات يعني ترتيل أوراق مع إيران وتوضيح مسؤولية ودورة سيد الحلبوسي ومشركاء من العرب والسنة في هذا الموضوع وحضرتك شاهد مثلا تصريح رئيسي وبرام اللقاء بالسيد الحلبوسي يعني كان موجه لموضوع ضرورة تشكيل حكومة وكان أشرف التدخل يعني ليس كالخطابات سابق كان يرسل قائم ويحمل رسالة من مرشد ومن رئيس الجمهورية الآن لا المعاملية واضحة إيران تريد أن تتشكل حكومة في العلاق وهذه الحكومة يجب أن لا تكون متقاطعة مع إرادة النفوذ الإيران في الداخل العلاقي ورغم أني أعتقد أن إيران في لحظة المحافظين خصوصا بعد استدامة العلاق مطمئة سالوك هي غير معنية به يعني هي أكبر من أن تقف مع جهة بالجهة في هذا التوقيت هي يعني صحيح لا لكن لكن بعض الأخوة في التحليل السياسي وحتى بعض السادة النواب لمحوا إلى أن التدخل الإيراني قوي جدا بحيث بحيث أنهم هيئوا أن إيران تتدخل في أدق التفاصيل يتكلمون حتى عن مستويات ما دون وزير يتكلمون عن مدير عام ووكيل وزير ما أدري هي صارت ربما هبة شعبية العالم كل ما أحجحها وقال إيران اللي تتدخل مثلا حضرتك تتابع مواقع التواصل الاجتماعي هذه الهبة نعم هذه الهبة على إيران كل ما جاء أحدهم بمنصب قال يجب أن يأخذ مباركة إيران يا عمي إيران يعني هي دولة جارة لكن هل تتدخل فعلا في كل شيء في تفاصيل التفاصيل أستاذ يعني التدخل الإيراني هو ليس كما ينصوره الإيراني الحقيقي يعني ولكن إيران متلغن في الداخل الإيراني أنا أيضا لا نستطيع أن نمكنه ولكن هناك إيرانات عراقية مظاهرات تشبين كانت مظاهرات ضد النفوذ الإيراني والقوة المرتبطة بإيران وحركة الكنسلية الإيرانية والكنسليات الإيرانية وفي مناطق شيعية نفترض أنها انتداد ثقافي يعني مع الجارة إيران فالعراقيون يعني مزاجيون تحركهم اللحظة السياسية قامت أستاذ أستاذ أنس لا تستطيع أن تسيطر عليهم إيران الشيعة تحديدا إيرانكو ليس كشيعة اليمن أو شيعة اللبنان يعني يؤمنون بفكرة لا هم منتفضون على طول الخط ولذلك إيران يعني تقوم بالتعاون مع قوة متعددة في الداخل المكون الشيعي لأنها لا تستطيع أن تضبط يعني يعني ولا قوة واحدة لا تستطيع أن تكون أن تجعل هذا المكون كله تابعاً أو كله كله تابعاً لها فهذه التفاعلات كيف إيران مسيطرة؟ ولكن إيران تنسك يعني تغضي العراق على سبيل المثال الإغماع التجاري على سبيل المثال هذا أمر واضح يعني لا يحتاج إذا العراق نسبة تبادل تجاري العراق بازار بالنسبة لإيران هذا عملية إغماع كما يحصل كما تركيا على سبيل المثال التوغل العسكري يعني وجود قوة عسكرية ضمن إطار الدولة وخارج إطار الدولة تأتمر بأوامر الحرس الثورية وتؤمن بالفكرة العامرة القطرية هذا أيضا فاعل أسكر الإيران في الداخل العراقية هذا يعني أنا أعتقد مواقع النفوذ التي نرصدها المسطول الصعدي والسياسي والثقافي ثقافيا قل النفوذ الإيراني بعد فور التشري الحقيقة حتى سياسيا الإيرانيون خرجوا من اللعبة ولكنهم يعودون لأن عمليات الانسداد والقسام ظلت مستمرة وهذا يضرب المصالح الإيرانية في هذه اللحظة لأن إيران بين مفترق طرق ممكن أن تدخل في مواجهة مع إسرائيل ممكن أن لا توقع منه في النو ممكن أن تنظم لحلف المنظومة الشركية مع روسيا فيجب أن العراق الآن تتشكل لحكومة فهنا تغير الخطاب الإيراني فهمت هذا شكل النفوذ الإيراني في الداخل العراق بحسب الشركة الظري ولكن تعرف حضرتك على العراق يعني دائما ننزع نبال لا ولدينا مواسم ولدينا مواسم للكلام عن إيران يعني لدينا موسم في منتصف نيسان مع ذكرى تحرير الفاو ولدينا موسم في أوائل آب يعني ذكرى انتهاء الحرب هذه مواسم نعرفها في العراق ربما أريد أن نعود إلى بعض النقاط التي ذكرتها أستاذ أحمد القيادة السنية تعتقد أنها ما زالت بحاجة إلى ما يشبه المباركة الإيرانية لكي تسير بخطاها الثابتة في العملية السياسية وهذا هل نسميه اتهام هذا الاتهام هل هو صحيح شو أستاذ أستاذ يعني تقريبا في السياقة ردينا على جزء من هذا السؤال ولكن حتى توسع بالإجابة أنا أعتقد أنه الطعفة السنية أنا أسميها يعني الطعفة التي تصدر النخب الحاكم في العراق القديم خبر الحقيقة وهذا مبوعة ثقافية وفلسفية يعني هذا مبوعة متعلق فقه السنة على سنة فقه منتصالح مع الدولة بأكس الشيعة فقه المعارض يعني منظر نشوء التشيع وإلى يومنا هذا ويؤمن بفكرة المعارض السلطة وليس حتى يعتقدون أن فقه السلطة وفقها سنيا خالصا شيء عليز لديهم فقه السياسي إلا مؤخرة يعني فهمت فالطعفة السنية يعني تحاول أن يعني تمارس سياسة الارتكاز أنا شوفها يعني خصوصا بعد أن خرجوا من مساحة الهيدولوجيا وزاهر القوة الإسلام السياسي والقوة التي تدير يعني هم يؤمنون بفكرة الممثل الانتخابي أو السياسي هو يمثل الطعام الشيعة لا الشيعة الممثل السياسي لا يمثلهم الممثل الجيني لا يمثلهم العجائري لا يمثلهم يعني السنة نقطة نظام أستاذ أحمد نقطة نظام هذا مدح يراد به الذن الارتكاز الفائز بالانتخابات هذا يشير إلى شيء يشير إلى أننا نتكلم الآن عن دكان انتخابي ولا نتكلم عن شخص لديه أيديولوجيا لا أستاذ أنا أقصد المرجعية سألت عن الطائفة السنية مرجعية الطائفة السنية السياسية في هذه النحبة تنتجها صناديق يعني القوة التي تفوز بالانتخابات تحصل على التمثيل بعكس بغض النظر عن خلفيتها الأيديولوجيا وبغض النظر عن تاريخها هذا يؤشر نعم هذا يؤشر إلى شيء أستاذ أحمد يؤشر إلى أن الموضوع بات محصورا سياسيا لدى السنة بما ينتجه الدكان الانتخابي أنا أتفق مع هذا الرؤية أستاذ ولكن دعني فقط أخوض بها بشكل مبسط فلذلك هذه يعني أريحية التلتيب بالنسبة للقوة السنية الفائزة من الانتخابات تجعلها في حالة ارتكاز كما حبرت ولذلك يحاول يعني حتى صفقة يعني أنا حبرت عن صفقة تجارية في حلقة أو الحلقات يعني حتى طريقة الخنافات ليست عميقة يعني اتفقوا الشخص يكون رئيس قاعمة وشخص رئيس برلمان يعني ممثل برلمان وممثل بالقاعمة وانتهت المشكلة بعكس الأكراد والسنة حصلت انقسامة عميقة انقسامات عميقة فلذلك أنا أعتقد الجزء وتعلق بهذه الحيثية زيارة السيد الحلبوسي هي ليس لمباركة إيران لأن إيران غير متدخلة بهذا الموضوع هذا الموضوع إيران لا تفرض على السنة أن يمثلهم الحلبوسي ولا تستطيع أن تفعل هذا الموضوع متعلق وسناجق الانتهاء ولكن القيادات السنية بما أنه هي تشترك بعض الشيئة وهذه الأعزام الشيئية بالغلب نحن جاء عناقات مع إيران فتحاول أن تضمن مصالحها أن تكون في مساحة ليس مساحة المواجهة مع إيران ورسالة قصف أربين ستكون حاضرة في حوارات أو حضرت في حوارات سيد حبوص بحسن ونشهد حوار ولو شكل ظلي ضمان مصلحة المكون السني في مناطقه لا يكون جزء من الصناعات التي ممكن أن تكون قادمة نحن لا نعرف نحن مفترق طرق ممكن بعد تصدر يحسن صدام وممكن يحسن المفراد يعني الاحتمالين واردين فهنا الأكراد السنة يريدون أن يعني يضبط المساحة التي سيتحركون بها في حالة صدام أو في حالة وهي خارج مساحة في الانقسام الشيئ الشيئ خصوصا قوى الإطار تريد أن تدخل السنة في الانقسام تريد أن تجعل من انقسام السنة وهذا ما حصل فعلا وهذا ما حصل فعلا من يحلل المشهد العراقي اليوم يجد أن البيوتات العراقية انصحت تسمياتها طبعا يجد مثلا أن الموضوع كان محتدما جدا في البيت الشيعي كان مستقرا على لا شيء في البيت الكردي كان مستقرا جدا في البيت السني اليوم القلق الكبير في البيت السني ثم يليه البيت الكردي آخر تصريح طبعا لسيد غياث السورشي على الاتحاد قال لم نقبل عرضا قديما لحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص موضوع رئاسة الجمهورية اليوم مثلا نائب عن الفتح السيد رفيق الصالحي قال أن هناك خروج متواصل لنواب عن التحالف الثلاثي وأن هذا الأمر سيحلح للأزمة هكذا وصفه نعم شوف أنا أعتقد أنه التحالف الثلاثي هو يصدر الصدر يعني القوى السنية والكردية هي نسلتها إشكاليا في من يعني يكون في مقد تصدر الصدر أم تضع الصدر في الواجهة يعني هنا سؤال هذا ما أصدر يعني أن يكون صدر في الواجهة مخارفة طعام طيب هي تريد أن تنى يعني لا أن تصدر بقوة شيئية منافسة لأنه حتى لا تتهم بأنها هي التي تبث التفرق بين الشيئ فلذلك يعني حريسون يعني دائما الصدر هو الذي يتحدث ويمدو أن هناك اتفاق يعني المنظوع هذا الاتناف هو مبني على الحصاص ومبني على أرقام المقاعد عدد المقاعد وكذا فإذا جاز له أو استطاع أن يحوز على تشغيل الحكومة فستتوضح المكاسب بكل قوة مشتركة بهذا الاتناف ولأنها يعني هو يعني هو أشمع بالتحالف الوظيفي الذي يرتكز على فكرة الخطاب الداخل العراقي المتناغم مع خطار تشري أنا هاي رؤية يعني يعني كل ما يطرحه موضوع الأغلبية المغادرة التوافقية حكومة قوية مغلمان قوي محاسبة قتلة المتظاهرين وهذا ما يطرحه التحالف وهي في الغالب هذا ترحك بثورة تشري هذه شعارات ثورة تشري فهناك محاولة تناهم مع الشارع يعني 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 بعكس الاطار الاطار يطرح أفكار قديمة توافق ومحاصصة وغيرها يتهم كل المعارضين أو المحتجين يعني أبناء صفارات وجوكري يدخل في حان الصدام حتى مع التحالف الثراثي يستخدم بعض انفصال العسكرية المرتبطة به لتوجيه برامات ورسال لكن ألا تلاحظ سيد الياسري وبصراحة أن الاطار التنسيقي يمتلك تنسيقا عاليا في مستوى الخطاب لا يوجد تفاوت بين خطاب مثلا السيد هادي العامري والسيد أحمد الأسدي والسيد نور المالكي لا يوجد فرق فردي يلاحظ إلا قليلا يعني لا تجدهم أبدا يتضاربون في موضوع التصريح وبالتالي فإن رؤيتهم أمام الإعلام وبالتالي أمام الرأي العام رؤية موحدة وهذا يحسب لهم يعني أنا معرفت بقول هي لست موحد وهناك خلافات نتكلم عن الخلاف نحن نحن ماذا نتلقى نحن نتلقى الخلافات أنت تعرف ممكن أن نتبغ معك ولكن يا أستاذ نس يعني حضرتك تعرف أنه هذا هذا التحالف القوى الخاسرة فالقوى الخاسرة هي يعني كمن يحتضنوا قشة ليخرجوا من نهل فهمت؟ لكن لكنها قد تكون قشة وصفتها بالقشة لكنها قد تكون القشة التي تقسم ظهر البعير ممكن 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 وبالفعل هو البعير كان يعني حصته الثلاثين والآن أصبح يستجدي الآخرين فهمت؟ فممكن طبعا هذه القشة قد تقسم وظهره ولكن أنا تحدث عن فكرة الانسجام صحيح هذه القوة غير من سجم وكيف ينسجم العبادة مع على سبيل المثال أستاذ أنا سبع الخزع على سبيل المثال صعب جدا لا 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 هو خلنا اتفق انه الشخصيات الاطارية اكو اطاري يعني شديد متمسك ببعض الاراء وكو اطاري اذا صحت التسمية سوفت هذا نقدر نقول عليه عند مراجعات وعند ايضا تقبل للاخر لفكرة الاخر يعني مثلا اتلاف النصر في لقاءات مع قيادين فيه كانوا يتبنون امور لا يتبنى هالكثيرون من الاطار التنسيقي لديهم رؤاهم التي تحاول ان تقرب وجهات النظر لا ان تمسك بطرف الخير مثلا استاذ انس ليس لها قيمة هذه الرؤا بما انهم جزء من هذا الاطار ليس لها قيمة فهمت فلذلك انا حبرت قلت لك هذا تحالف الخاسبين يعني هذه القوة المعتدلة التي يعني تذهب تجتمع بتحالف مع قوة متطرفة او يمينية بنقول يمينية حتى نتهمه يعني فهذا كيف حصل السجار كيف نثق باحتدال هذه القوة ابدا هذا تحالف خاسرين العمادي لو كان منتصرا لذهب مع الصدر فدائما هذا قوة حزب الدعوة والمجل العبادي العبادي لو كان منتصرا لذهب مع الصدر يعني يعني لو كان يمتلك اقصد مقاعب مثل المالكي مثلا 30 مقاعد بكتك يمكن ان يذهب مع التحالف الثلاثين يعني سيكون له دور كبير ولكن هو ذهب مع القوة الخاسرة المالكي كان يقوم بصولة الفرسان ويحارب كل القوة المتطرفة وحتى كنا نعتقد انه سينتج مشروع الليبرالي الإسلامي هو ممثل لها الليبرالي الإسلامي وزعيم وقاعد قوي في رحمة تاريخية صعبة من تاريخ العراق المحاصر والآن هو عراب الميليشيات يعني قصد انه كلهم ميليشيات كلهم قوة فصائدية يعني فهمت وعراب عراب أبرز أسباب هو سيد مالك فهذه قوة تعود إلى قواعد الطائفية طيب لان نفق باعتدام طيب طيب يجب أن يتحول الخطابة إلى واقع نرى أما أريد نعم نعم أستاذ أحمد أريد العودة إلى البيت السني ذكرت أيضا في حديثك أنه أن الحربوسي يا أستاذ أنس راح توردن ويقوم السياسية السنية اليوم لا لا هي تداعيات زيارة سيد رئيس البرلمان إلى إيران ذكرت قلت أنه لا يريد أن يصطدم يعني بقوة شيعية وهو يعني لا يريد أن يواجهها مثلا وذكرت مسألة قلت أن الوجوه العائدة قد تشكل تهديدا من نوع ما على الحربوسي واضح الرسالة أستاذ أنس شوف هو منه عرام صفقات الحودة هو السيد المالكي يعني عمشار الجبوري ورجعه وجاب غالب شار من دار يعني معارضين السنة الذين كانوا ضد العمل يسا ويتبنون العنوف في الغالب ورجعوا في عهد المالكي فهي صفقة واضح يعني كيف يدخل على حاتر السليمان بحماية الحجر الشاب يعني واضح الرسالة يعني قوة من الحش تابعني قوة الفصالة طال فالأمر السيد الحربوسي يطرك أنه غناك صحيح أنا أقلل من فاعلية كل الذين حادوا لأن أنا أنطيتك القاعدة قلت لك القاعدة عند السنة يمثلهم مرجعيتهم انتخابية سياسية يعني مش مثل الشيعة الشيعة عيدهم مرجعية دينية وعيدهم مرجعيات متعددة سياسية فهمت فمصعب جدا حتى الصدر أنا حصل تقريبا أعلى هذه المنصوات ولكنه لم يحصل جدل تمثيل الشيعة الشيعة مشكلة عندهم مشكلة الحقيقة يعني مو أي واحد يقدر يمثلهم ولا أي قوة يقدر تمثلهم لتعدد من المرجعيات التي تمثل الشيعة لكن السنة حسن وامرهم نعم لكن هناك من يقرأ المشهد بطريقة أخرى في البيت السني يقول أن صراع النسور الأول انتهى وبدأ صراع جديد اسمه صراع الزعامة وصراع الزعامة بصراحة هو صراع نحو الكرسي مع احترامنا طبعا متقديرنا لكل السادة المتصارعين على زعامة المشهد السني لكن زعامة تحتاج إلى إلى ترسيخها بأفعال والأفعال بصراحة توقفت ربما يعني مما بعد 2014 على ما يبدو بدأت تضمحل شيئا فشيئا وصولا إلى الانتخابات الأخيرة الوضع في المناطق السنية بصراحة لا يطاق هناك مشاكل كبيرة هناك مشاكل كينونة ووجود في بعض هذه المناطق إلى الآن رغم أن داعش اضمح الوبات يعني عبارة عن ذئاب منفردة في الصحارات تهاجم بين الحين والآخر وترد على أعقابها والحمد لله لكن الصراع اليوم يقول لك صراع زعامة ومدى يؤدي إلى شيء يعني مدى يطالب بالأشياء الأساسية التي كانت موجودة في الورقة التي حملها ممثلوء السنة على مدى الحكومات الماضية وأنت تعرف ماذا أقصد هناك ورقة مطالب هذه تم تجاهلها بالكامل اليوم الكلام فقط عن من سيكون ماذا ومن سيكون في الموقع الفلاني هذه الكارثة أستاذ أنز حتى أتفاعل معك شوف أنا التحليمي أنه لماذا قلت لك يعني أهم نقطة على السنة ومغادرتهم يعني الأيدولوجيا السياسية أو مساعدة الإسلام السياسي في تلك الفترة حينما كان الإسلام السياسي قوت الطائفة السلطية كانت مرجعياتها متعددة يعني هناك مرجعيات دينية هناك مرجعيات عشالية وهناك أيضا مرجعيات سياسية وهناك صراع بين المخافرات السنية في التمثيل الموصل تحتك لدارة الملمان ثم تأتي جالة ثم تنعزل مثلا صلاة الدين والرمادي تمثيل في بغداد وفي البرلمان يعني كلنا نلاحظ كمحللين هذه الجدليات في الطائفة السلطية ولكن بعد الانتصال على داعش وقدوم مصير الحلبوس الحقيقة تغيير الرضا يعني هناك حالة من الاستقرار الطائفة السلطية غادرت مساحة تحدد المرجعيات بحسب قراءة التحديدية وتجهت إلى فكرة المرجعية الواحدة والمرجعية الواحدة تنتج بشكل انتخابي يعني عمر صناديق الاختراع وأفرزت هذه القوة انتقدتم عن زمية القوة الكبيرة طبعا هناك قوة أيضا مشترك الفرق أين سيد الياسري الفرق أين بين أن تنتج قائدا وبين أن تنتج رئيسا هنا هنا الاشكالية يعني السنة اليوم لا يبحثون البيت السني لا يبحث عن شخصية وظيفية قدر بحث عن شخصية أبوية هنا أرجو أن تركز معي في هذا لا هو العراق كل يا أستاذ أنس هو شوف العراق كل غياب الشخصية المحورية والله يصدقت هو العراق هو العراق يبدو أنه بات يتيما للأسف شخصية مثل شخصية على سبيل المثال السيد عمال حكيم والسيد سدور وذولا زعمات شيئية من العراق الشيئية لها حضورها في الأوسط شيء غير مقنحا وفي القالة بخصصة وفي الانتخابات هذا أمر غياب الشخصية المحورية أو الشخصية الفاقة موجود لكل الطواب ولكن بس تسمحني أستاذ أنس حتى يتوضح نعم في نصف دقيقة إذا سمعت بنصف دقيقة أنا أقول يعني السنة قطعوا شوطن حقيقة أكثر من الشيعة والأكراد في موضوع تنحيد الإرادة والإدارة هذا موضوع مهم جدا أن تغادر فكرة الإسلام السياسي نعم وبعد عشرين سنة على التغيير البداية تبدأ بالألفابة سياسة يا لهذا العراق أشكرك جدا المهم المهم أنها بداية أنت تسميها المهم هذه بداية ممكن أن يؤسس عليها من الفترات القادمة بالنسبة لأبناء من كل نعم ولكن حقيقة أزالت أنا أشكالية شيعية على الشيعة أن يحدو أخوات سنة أن ينتجوا صفقة إنتاج الشخصية المحورية حتى لو لم تكن شخصية محورية لتمثل الشيعة في العملية السياسية وأن لا يتحول الصراع الشيعي إلى سكين يوضع على رقبة المكونات الأخرى ليس ناقة ولاجمة بهذا الموضوع ولذلك تجد الأقراط يذهبون إلى إيران حتى يردون نجيع العراقي السنة يذهبون إلى إيران حتى قلوا محمد محن ما لدينا علاقة هيا 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 نعم أشكرك أشكرك جدا أشكرك جدا الرئيس المركز العربي الإسترائيلي للدراسات الأستاذ أحمد ياسري الحديث معك شيق شكرا جزيلا لك مشاهدين انتظرونا ولكن بعد الفاصل في محور آخر بالجدل العراقي أهلا بكم في هذا الجزء من برنامج جدل العراقي ومع اقتراب العيد اخترنا عنوانا عن الوضع الاقتصادي الحالي عراق الكسادي والغلائي والوعود الكاذبة وووضعوا أمامها كل الصفات التي باتت تنطبق على الاقتصاد العراقي الكسيح مرحب برئيس مركز الخلد للدراسات الدكتور خالد الشمري انضم معنا مرحبا بك سيدي الكريم أهلا وسهلا بك سيدي الخالد دكتور خالد أهلا بك أهلا وسهلا سيدي العزي ساماني حياك الله أسمعك جيدا عراق الكساد والغلاء والفساد والوعود الكاذبة هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم اقتصاديا هل نحن نبالغ هل أن الوضع غير الوضع الذي يتكلم به العراقيون هل أن العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي حين يذكرون أن الغلاء والبلاء قد أخذ منهم مأخذا يبالغون هل أن الشاشات التي تظهر لنا يوميا برامج وخاصة في رمضان لعشرات الأرامل وهن يقل عايشين على أهل الخير كاذبات غير صادقات نبالغ نزايد على الواقع هل هذا ما يحصل فعلا في العراق أم أن الناس تبالغ الكلمة لك تفضل سيدي الكريم سيد الفاضل التي تفضلت فيه كل دقيق وصحيح والتي تفضلت من الأرامل والأطفال ويجبعون في القمامة للأسف الشديد وكذلك الكثير من المساوى الاجتماعية السبب الأساسي هو عدم الاهتمام بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة ويعادة توزيع الدخل في العراق بعد عام 2003 ولهذا لو أتينا إلى الموازنات العراقية بعد 2003 تشوف الإنفاق الجاري غير المبرر في الموازنات كبير جدا دون أن يلتجه أو يتجه إلى خطة لإدامة التنمية في العراق وتشغيل الأيد العامل بالعراق يعني تقلل البطالة ولا تزيد عن 5% المفروض البطالة في العراق ولو أذكر لك أمثلة كثيرة كيف حتى لننسى الماضي لنأخذ الموازنة اللي يجب أن تكون في عام 2022 كيف يجب أن تكون وكيف نستطيع أن نشغل العامل العراقي بدل أن تستجد هذه المرة وأن تقف في الطوابير لأخذ المساعدات من الناس كان المفروض أن تجد من يعلها ويقدم لها الدخل والمعيشة الكريمة في العراق ولدينا الإمكانية جيدة في العراق يعني لدينا الإمكانية كثيرة لدينا الأراضي الزراعية لدينا الشباب القدرة البشرية لدينا الأموال من النفط كلها تجتمع يعني عناصر الانتاج الأساسية لبناء الدولة العراقية متوفرة بعد عام 2003 وتتزايد ولكن للأسف مثل ما تفضلت هو الإدارة وسوء الإدارة والفساد الكبير في العراق طيب كنا ننتظر مفاجأة معالي وزير التجارة لكن لا شيء إلى الآن يعني ربما أنت أيضا من الذين قرأوا أن هناك مفاجأة السوق ما زال في اشتعال سعر بطل الزيت مثل ما نقول إحنا بالعراق ثلاث أضعاف سعرها الآن وزارة التجارة فقيرة ما عدها تصريحاتها بس كلام وين المفاجأات وين الدعم للفقراء في رمضان هذا كل سمعناه وزارة التجارة وين من هذا الموضوع الطيب مثليني اثنيني من موازنة الفيب ساطاش الموازنة التي تقول لوزارة التجارة التخصيصات لها 3440 مليون دولار هذه تستطيع لو استوردت للحاجة المحلية تستطيع أن تغطي الاحتياجات في بطاقة تموينية للفرد العراقي المحتاج وليس أوزعها على رئيس وزراء وزراء وكذا لا أوزعها لكم لديه من المحتاجين العراقيين أوزعها على المحتاجين العراقيين تغطي هذه البطاقة التموينية بهذا المبلغ التي تستورده وزارة التجارة بالإضافة إلى ذلك نحن ندفع إلى الشؤون الاجتماعية 4200 مليون دولار هذه لو قسمتها رأي أعطيك مثل بسيط جدا لو قسمتها على 600 دولار أنطي بمعدل شهري بالإضافة إلى البطاقة التموينية للمحتاج العراقي يعني أنا لو زأت على مليون أحتاج إلى 600 مليون إذن لديها 7 مليون شخص أستطيع أن أعطيه بهذه المبلغة المرسودة في الموازنة للعراقية بالإضافة إلى 3440 مليون دولار أوفرها للبطاقة التموينية إذن أين تكون لديها الحاجة لأن تستجدي العائلة العراقية دكتور خالد أكو 7 مليون عراقي أكو 7 مليون عراقي يقدرون كل واحد بيهم يستنم 600 دولار بالشهر طبعا هذا المبلغ اللي عندي الآن سيد العزيز المبلغ الذي لديه 400 مليون لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا المبلغ في الموازنة سيد العزيز هذا المبلغ يعني أعطيك لو أخذنا ليس في الشهر 600 لا سنويا أنا أتكلم ليس شهريا حتى نكون دقيقين طبعا طبعا لأنه هذا ما يحتاج الفرد مع البطاقة التموينية لتوفير المهمات الغدائية الأساسية الابروتين اللي هي ما بوق الـ 1500 سعر على ما أعتقد هكذا محسوبة بالضبط بالإضافة إلى وزارة التجارة ما توفره من مواد هي 3440 مليون دولار متخصيصات هذه المبلغين يعني أجمال المبلغين 7 مليار و 540 مليون دولار هذا هو الأساس اللي ممكن هذا فقط للاحتياجات كنا ممكن أن نزيد هذا المبلغ لو كانت في الموازنة إدارة جيدة بتخصيصاتها الأساسية مع المبالغة الاستثمارية بتشغيل الأيد العاملة نقلل البطالة نقلل للاحتياجات السكانية من هذه البطاقة التموينية ومن الرعاية الاجتماعية بحيث يكون العدد أقل الذي يحدث وممكن أن نزيده من 600 إلى 1000 دولار بالشهر ونصنع تنمية وهذا المهم نصنع تنمية نصنع قطاع قطاع خاص نحي القطاع الزراعي هذا الكلام تموين تسمعين يا وزارة التجارة طيب وزارة التجارة هل مهمتها طبعا نحن اليوم مو في معرض التهجم على وزارة التجارة بس نعرف كعراقيين وزارة التجارة هل من مهامها فقط أن توزع البطاقة التموينية دكتور خالد لو أكو مهام أخرى الوزارة التجارة كل وزارة لها دورها يعني لنأخذ التنمية وزارة التجارة تستورد المواد الغذائية ممكن أن تكون هي لن تدخل المفروض وزارة التجارة إذا دخلت تكون منافس إلى القطاع الخاص بأفضل الأسعار لماذا بأفضل الأسعار لأن وزارة التجارة لن تستورد مثل التاجر عادي عشر تالاف طن وعشرين ألف طن وإنما تستورد مليون طن من الحبوب والقمح عندما تستورد بهذه الكميات تكون المنافسة بالتجهيز من المصدرين عالية جدا بها تأخذ بأفضل الأسعار وأحسن النوعيات لتوفيرها للمواطن العراقي ولكن للأسف الشديد وزارة التجارة أحيانا لن تكون منافس جيد بأخذ أفضل الأسعار وبأفضل النوعيات وتقديمها للمواطن العراقي كذلك البطاقة التموينية لم تكن بسلة غذائية جيدة تُعطى للمواطن العراقي بحيث تسد الحاجة المحلية والآن الأزمة الأساسية بعد الحرب الأوكرانية الروسية كان مفتوض وزارة التجارة أن تأخذ الإنذار المبكر منذ زمن لأي احتمالات وتضع الخزين الاهتياطي اللايق عن ستة أشهر إلى المواطن العراقي ويصلها بطريقة سهلة وجيدة وتغطي الحاجة الأساسية للأيض القاعدة أي لما يحتاج الفرد العراقي من سعرات حرارية من هذه المواطن لوزارة التجارة التي تستوري نعم وهذا الموضوع لا ينطبق فقط على المواد الغذائية ينطبق على أمور أخرى نتذكر ربما في الثمانينات كانت هناك ما تسمى بالمؤسسة هذه تجهز الفلاحين بالعدد الزراعية وغيرها وكانت أسعارها تختلف تماما عن الأسعار المتأتية من النشاط التجاري الخاص نتذكر ذلك فهذه أيضا أعطيك أمثلة أعطيك مثال حي بهذا أعطيك مثال بحيها كانت المؤسسة العامة للتجهيزات الزراعية التي تفضلت بتلك السنوات تعطي إلى المزارع العراقي هذه أسعار مدعومة وأسعار تجيعية لأن يكون هناك تنمية في القطاع الزراعي وأصبح تنمية رغم الإصاب كانت هناك التنمية حتى لا نكون المقارنة لزمن معين وإنما أذكر لك بعد 2003 بعد 2003 صارت المبادرة ب300 مليون دولار للقطاع الزراعي أن نعطي تسهيلات للقطاع الزراعي التجهيزات الزراعية ماذا تعمل هذه الدائرة شوف شو تعمل أن نعطي إلى المزارع قروض بدون فوائد هي تستورد المكائن والآلات والبدون وتأخذ عليها عمولات 16% أنا أعطيها للقطاع الخاص وهو ينافس ولا أعطي أي تسهيلات 16% ويذهب المزارع يختار الآلة المكينة الزراعية ويختار ما يحتاجه دون أن يدفع 16% ويسدد للقرض من المبادرة الزراعية شرط أن تكون هناك دراسة جدوى لهذه المشاريع وعملناها المفروض أن تكون بهذا الشكل دون أن يكون هناك الهدر ولهذا التجهيزات الزراعية للأسف الشديد دائما آخر السنة تعطي للموظفين في وزارة الزراعة حوافز هذه الحوافز أن تعطيها لوزارة الزراعة هذه الحوافز تعطيها للموظفين ببونس تعطوهم كل أحد على 100 ألف و200 ألف و300 ألف هذا على حساب المزارع وليس لعملية إنتاجية هل تعرف ماذا حصل دكتور خالد ما بعد 2003 الذي حصل نعم أن هناك مبالغ هائلة أعطيت على شكل قروض للفلاحين من مصارف وهذه بناء يفترض أن تكون بناء على مشاريع مقدمة لا أعتقد أن نسبة كبيرة قد تنفذت تحولت هذه المبالغ أذكر لك مثل حقيقي عفوا أذكر لك مثل أنا في أنا كنت أضو لجنة المبادرة الزراعية بتجهيز القرون وطلعت بمؤتمر أول ما جاءت قلت العراق ثالث بلد بالعالم بالفساد والرشوة إحنا جئنا لن نقبل بدينار عراقي يطلق بهذا اعترضوا علي عندما نعطي المفروض قلت لهم نعطي لدراسات جدوى اقتصادية متكاملة لأي مشروع اجي المصرف الزراعي قام يعطي تسهيلات بأموال بضمانات غير حقيقية لمشاريع غير موجودة ولهذا سوف نشوف مصرف الزراعي كم كان علي المشاكل بحدود أكثر من 500 مليون دولار بالفساد والرشوة هذه المشكلة في العراق لا يستطيع يعني لن تعطى حتى القروب الآن أين المبالغ المبالغ المدورة من المبالغ الزراعية أن لا تقل عن 1200 مليون دولار المفروض هذه موجودة وأدورها للقروض الزراعية أين هي أموال المبادرة الزراعية للتدوير في تنمية القطاع الزراعي هذه المشكلة الأساسية ولهذا أنا بالأمانة تركتهم وما قدرت أستمر لأن حصلت لضغوط كثيرة وخفت على نفسي ورجاء هذه المشكلة الأساسية لا يوجد أخي العزيز من يمتمي خفت على نفسك من ماذا يعني هل وصلت الأمور إلى تهديدك التسهيلات ضمن دراسات جدوى دون أن تعطيها لزيد وعمر من الناس بدون أن تكون هناك مردود أعطوها لناس لا تستحق أن تكون هذه المشاريع يعني أنت تصور واحد يجريدي يسوي مشروع عشر تالاف نخلة ستاحش مليون دولار فأنا كان تعليقي إلى أن تذهب هذه أعمالها في فندق الشراطون أفضل ما تعملها على إنتاج النخيل في العراق وسمها بإسم يعني للأسف الشديد حتى يأخذ هذه هذا لا تجوز هذه ما موقول أنا علي أن أعمل قطاع زراعي متلكان يعني الآن لو عملنا القطاع الزراعي من أهم 2008 لما كنت لحد الآن كان الآن الانتاجية الزراعية في العراق والانتاج الزراعي من الحبوب اللي يقل عن 12 مليون طن بدلا الآن ننتج بحدود 3 مليون طن بسهولة ليس أتبع حتى الانتاجية العالية يعني لا أقول أنا أتبع انتاجية الأردن وسوريا الأردن والسعودية انتاجية تنتج بالدونم العراقي أكثر من طن نحن لا ننتج قل من 700 كيلو في أحسن الأحوال هذه المشكلة في العراق لأنه لا توجد إدارة لا نعطي التسهيلات لا نعطي بالاستثمارات الحقيقية للقطاع الزراعي بالعراق ليس فقط القطاع الزراعي القطاع المتكامل يعني يعني يا أخي العزيز نحن نستورد من إيران ومن تركيا 18 مليار دولار من سلة استيلاكية نستطيع أن ننتج بالعراق يعني العراق بيستطيع أن ننتج الألبان الأجبان البيض الدجاج حصر على العراق الأسن segregation حصر على العراق والله يا دكتور خالد للأسف حصر حصر أكد حصر كبير حصر كبير على العراق أنا أنا شخصيا أنا شخصيا بات لدي إيمان وأنا أعيش على أرض هذا البلد أصبح لدي وللأسف وشابة شعري أصبح لدي إيمان أنني أعيش للأسف في دولة فقيرة. أنا أشكرك جدا رئيس مركز الخلد الدراسات ككتور خالد الشمري كنت معنا في هذه الحلقة شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدين. أتقبلوا تحيات كاد العمل وأتحياتي أنس عبد الرحمن وأتحياتي المخرج حسام أبو فاعور وننوه بأن حق الردي مكفور إلى اللقاء اشتركوا في القناة